ما يميز للعراق بعد الغزو الأمريكي ظاهرة التفريخ السياسي فأصبح البلد ساحة مفتوحة لنشوء التيارات والأحزاب حتى بلغ عددها العشرات بل المئات بين تجمع وتكتل وتيار ولعل ما ساهم في ذلك السياسة الأمريكية التي كانت تنهال بالدعم على أي تيار ناشئ دون النظر إلى مضمونه ومشروعه إن وجد تيارة لم تحمل في برامجها ما يعود على العراقيين بالنفع وتبتعد عن مفهوم الوطنية الحقة ضمن الساعة الديمقراطية المبتغات كل ما في الأمر تنافس على السلطة وتسابق إلى مراكز الفساد وفي بعض الأحيان تبادل وتستر على حالات الاختلاس المالي كما أن خريطة التحالفات المتغيرة بين القوى لا تظهر إلا خطوطا واضحة تعتمد عليها الأحزاب في رسم منهاجها الحزبي وذلك تشهد له حالات التخلف بين الأحزاب الدينية والشيوعية والليبرالية إن صح التعبير ففي غابة السياسة ما أسرع أن يقفز الأفراد من شجرة حزبية إلى أخرى طمعا في المكاسب وساعيا وراء المناصب ورغم كثرة الأحزاب إلا أنها لم تتمكن من صياغة أي مشروع وطني ولم تطرح رؤية مقبولة لبناء الدولة ولم تفرز سياسيا فذن فجل ما أفرزته مجموعة من المطبلين علاوة على ما أحدثته من مناكفات عطلت مسيرة الحياة في البلد السياسة في العراق باتت اليوم مهنة من لا مهنة له وهي أقصر الطرق للثروة والجاه والسلطة وصارت كلمة السياسي تعني الفاسد والسارق ولم تعود الأحزاب تعبر عن التعددية بل تعكس التقاسم والمحاصصة للثروة والنفوذ